اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقيل سمي الإنسان بهذا الاسم من الأنس لأن الإنسان يستأنس بأخيه الإنسان الحديث عن الإنسان أيها الأحباب حديث يقودنا إلى تكريم الإسلام للإنسان إذا تأملنا في القرآن الكريم وجدنا أن الحق سبحانه وتعالى ذكر الإنسان سبعين أكثر من سبعين مرة في آي الذكر الحكيم سواء ورد بلفظ الإفراد الإنسان أو بلفظ الجمع الناس أو الأناس مظاهر تكريم الإسلام للإنسان كثيرة جداً أحب أن أحدثكم اليوم عن بعض هذه المظاهر أما المظهر الأول لتكريم الإنسان فإن الحق سبحانه وتعالى قد خلقه بيديه وأسجد له ملائكته الكرام وعلمه الأسماء كلها هذا هو أول مظهر من مظاهر التكريم والذي يتأمل في القرآن الكريم يجد التعبير لما خلقت بيدي فالإنسان هو المخلوق الذي خلقه الله تعالى بذاته الشريفة المظهر الآخر من مظاهر تكريم الإنسان كما قلنا هو إسجاد الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام كناية عن المكانة العظمى التي تبوأها الإنسان في السماء وفي الأرض من مظاهر التكريم العقل وكنا قد تحدثنا عن قيمة العقل هذا العقل الذي يميز الإنسان عن الحيوان لم يعطيه الله تعالى إلا للبشر فقط ولهذا قال تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَتَعْلِيمُ الْأَسْمَاءِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ لابد أن يكون بالعقل مظهر آخر من مظاهر التكريم استخلاف الله سبحانه وتعالى للإنسان فوق الأرض فالإنسان هو خليفة الله في الأرض بنص قوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة والخليفة هو الذي يأخذ صفات مستخلفه فللإنسان حظ من رحمة الله ومن كرم الله ومن جود الله كل هذه المظاهر أخذ منها الإنسان الكثير والخلافة كما تعلمون يجب أن تكون خلافة صالحة فوق الأرض فإن الإنسان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في الأرض خليفة إذا استشعر هذا المعنى لا يمكن أن يفسد أو أن يقتل أو أن يدمر كوكب الأرض كما نراه اليوم للأسف الشديد بل صار الإنسان اليوم كلما ارتفع في ظنه بأنه خليفة كلما تردى إلى الطغيان والقتل وإسفاك الدماء أما الخليفة الذي أراده الله سبحانه وتعالى وجعل الإنسان محلا بهاته الخلافة فهي خلافة الإصلاح والصلاح مظهر آخر من مظاهر التكريم التي خص الله سبحانه وتعالى بها الإنسان خلقه على أحسن تقويم قال الحق سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا التقويم الجسدي لا يمكن لأحدنا أن يجده إلا عند الإنسان هذا التناسق في الشكل والجمال الذي يتميز به الإنسان دون غيره من المخلوقات بل يتميز الإنسان بصفة الاعتدال طولا وعرضا وشعرا وأضراسا هذه اللمحة الجمالية التي خص الله سبحانه وتعالى بها هذا المخلوق لم يخص بها مخلوقا غيره ولهذا قال تعالى مذكرا الإنسان بهذه النعمة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هذه الصورة الرحمانية التي خلق الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان يجب أن نحافظ عليها ونحن نرى اليوم أن العالم يسير نحو انتهاك هذه الخلقة السوية ترون ما يفعله كثير من الناس من تغيير خلقتهم وتشويه أجسادهم كل هذا حرمه الإنسان لا لشيء إلا للحفاظ على كرامة الإنسان لأن هذا الجسد الذي أعطاك الله تعالى إياه أيها الحبيب إنما أعطاك لتحافظ عليه ولأنك مستأمن عليه لا حاكم له بل أنت مستأمن على حفظه وعلى تنميته وتقويته من مظاهر تكريم الإنسان أيضا أيها الأحباب أن الحق تعالى جمع في الإنسان كل مظاهر العالم فالإنسان عالم صغير وهذا العالم عالم كبير ولهذا يقول سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أمير المؤمنين يقول خاطب الإنسان وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر في ذات الإنسان انطوى كل هذا العالم للإنسان حظ من الملائكية إذا كان تقيا ورعا صالحا يتصف بصفات الملائكة وللإنسان حظ من الحضوض الشيطانية إذا تعود على الأخلاق الرديئة والذميمة وللإنسان حظ من حضوض الحيوانية في الأكل والشرب والتنفس والتكاثر وله حظ من حضوض النباتية كنمو شعره مثلا وللإنسان اتصاف بالجمادات كحالة نومه أو موته كل هذا يدل على أن الإنسان جمع الله سبحانه وتعالى فيه كل ذرات الوجود ولهذا فإن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي سخر الله تعالى له مخلوقاته جميعا فتجد إنسانا صغيرا يروض فيلا عظيما وتجد فردا من الناس يتحكم في العالم بالعلم والفهم وآليات التحكم كل هذه مظاهر جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان لكن أيها الأحباب يجب علينا أن نستشعر هذا التكريم فنحترم أنفسنا ونعرف نعم الله سبحانه وتعالى أن نعتبر في أنفسنا كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون ينظر الإنسان إلى نفسه فيعرف قدرة الحق سبحانه وتعالى يجب على الإنسان أن يحسن الاستخلاف في الأرض فلا يفسد ولا يسفك الدماء ولا يقتل الناس ولا يتصرف بما لا يجب أن يتصرف فيه وتدمير البيئة اليوم إنما هو ناتج عن عدم استشعار تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب أن يجعلنا متحققين بإنسانيتنا ونحمده تعالى أن أرسل إلينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كرم الإنسان وحفظ مكانة الإنسان وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على الفاتح الخاتم الإنسان الكامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته